استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي بقصر الاتحادية رئيس زنبابوي إمرسون منانجاوة والذي يقوم بزيارة حاليا إلى مصر وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أشاد بتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين مؤكدين الحرص على تعزيز الأليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب وبالأخص في مجالات التعاون التنموية حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على أهمية تطوير التعاون في مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة وضمان الأمن الغذائي للبلدين إلى جانب التعاون في قطاعات البنية التحتية المختلفة بما يوفر فرصا تنموية مشتركة وقد أشاد رئيس دنبابوي في هذا الصياق بما لمسه شخصيا خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة في فترة زمنية قصيرة مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار أشار متحدث الرئاسة إلى أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك لسيما في ضوء استضافة مصر حاليا لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الإفريقية وقد اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الإفريقية لضمان مرونة اقتصادات القرى أمام الصدمات الدولية والدور المحوري لجهود التوسع في التجارة البينية الإفريقية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القرية ودفع جهود التنمية الشاملة في القرى ترجمة نانسي قنقر